اشتركوا في القناة الى الابد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قوة وفي مقدمتهم فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من اجل تحقيق الحلم الفلسطيني بانهاء هذا الاحتلال البغيض وتجسيد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقدس عاصمتها الوثقة اننا نستطيع ان شاء الله ان نخدم شعبنا وامتنا وترتيبات امنية ستقوم بها الشرعية السلطة الشرعية الفلسطينية بنشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية لذلك ربما لا يكون فورا ولكن بسبب المعابر الاخرى على الفور وفي موعد اقصى واحد احداش كل شيء تم تحديد تواريخ له جداول زمنية بسم الله الرحمن الرحيم ونحن جادون وجاهزون ومستعدون وسترون ان شاء الله اننا سنعمل بكل قوتنا وثقلنا لانجاح موضوع المصالحة ليكون هذا الارضية والمنطلق الذي نتحرك منه جميعا نحو مواجهة المشروع الصهيون الذي يريد ان يطمس ويقفز عن حقوق شعبنا ونحقق ان شاء الله امال شعبنا وتطلعاته باقامة دولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الكدس الشريف مبارك الله فيكم وبعدين طبعا ما احنا شايفينكم انتم بتخلونا ناشي ننام وانحنا في حركة حماس عازمين وجاددين وصادقين في هذه المرة وفي كل مرة في انهاء الانكسام وانحنا بادرنا بقرار احادي مع الاخوة في مصر حين شعرنا ان موضوع اللجنة الادارية يشكل مشكلة والاخوة في فتح والرئيس ابن مازن يصر على حل هذه اللجنة كلنا الاخوة المصرين تفضلوا وهذه يعد عندكم وحلوا اللجنة الادارية ففتحنا الباب من اجل الوصول الى هذه المصالحة منذ عام 2011 تقريبا ومصر تسعى للمصالحة ما بينه ونجحت مصر بالفعل كانت هناك اشادة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما تم الاتفاق عليه